تخطت حكاية النازحين في العراق فصول المعاناة اليومية المتمثلة بالإهمال وغياب الرعاية الصحية وانعدام وسائل الحياة تلك القضايا المهمة تعد تفاصيل بسيطة بالنسبة لما يجري الآن ووصول قصة النازحين إلى فصول الانتهاك الإنساني والإيذاء النفسي وتدمير الهوية ونسف الأصول وقتل مستقبل أولادهم نحو مليون نازح عراقي موزعين على خمسة وخمسين مخيما قضوا عدة سنوات وما زالوا في ظروف تعد اليوم هي الأصعب والأقسى وبدأ أن ملف عودتهم يزداد تعقيدا خلافا للتصريحات الحكومية التقارير الواردة من هناك بما فيها الأخير لمرصد آفاد العراقي تؤكد أن حال المخيم يشبه سوق نخاسة مواطنون في القرن الحادي والعشرين يعاملون معاملة الرقيق يمنعون من استخراج الوثائق الرسمية وتتعرض نساءهم للمضايقة لا حرمة لشيخ ولا عطف على صغير ولا تقدير لشرف أو عرض الكل عند ميليشيات الحجد سواء في الإهانة والإذلال فهم في حكم المعتقلين إلى أجل غير مسمى متى يعودون إلى منازلهم؟ عند هذا السؤال يتوقف المسؤولون وتغيب عنهم الأجوبة حتى في جدول أعمال البعثات الدولية إلى العراق يغيب هذا الملف الخطير ورغم مرور عدة سنوات عليه لا يبدو أن هناك جدية لطيه بما ينصف النازحين المعذبين مصادر من الحكومة نفسها تعز سبب تعقيد ملف النازحين إلى ثلاثة أسباب الأول سياسي حيث يريد المسؤولون الاستفادة من الواقع السكاني للنازحين لأغراض انتخابية والسبب الثاني مصلحي مادي تريد إدارات المخيمات من خلاله استمرار عمليات سرقة الغذاء والدواء وما توفر من مساعدات تأتي للنازحين ثالث الأسباب وأخطرها طائفي ذو بعد إيراني حيث تريد الميليشيات من الفراغ السكاني في مناطق النازحين إكمال مشروع التغيير الديمغرافي كما في جرف الصخر وتلافر ثلاثة أسباب تقف عائقا أمام إنهاء أكبر مأساة إنسانية يعيشها العراق حاليا ويعانيها مئات الألاف من البشر دون أن يجدوا من يسمع صوتهم ويخلصهم من هذا الجحيم